إذا أراد العراق أن يحول هذا التعليق إلى وقف دائم لإطلاق النار يجب عليه أن يلبي هذه الشروط الأربعة الشرط الأول إطلاق صراح أسر الكويت ودول التحالف ودول الثالثة ثانيا أن يسلم العراق خراء طلغام إلى دولة الكويت ثالثا أن يمتثل العراق لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة وهي 12 قرارا صدرت قبل الحرب ثالثا أن يرسل العراق قادة من جيشه للاجتماع قادة بنظرائهم من قوات التحالف لبضع ترتيبات وقف القتال بعد يومين من هذا الخطاب صدر قرار مجلس الأمن 686 نفذ تقريبا كلام الذي ورد في خطاب الرئيس بوش وأشار أيضا إلى امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن وأنها ما تزال سارية المفعول كل القرارات القرارات كلها صدرت مستندة إلى قرار 660 الذي صدر في صباح يوم الثاني من أبو أدانا العمل الذي أقدم عليه الجيش العراقي وطالب العراق بسحب قواته فورا من دولة الكويت القرار هذا وخطاب بوش اعتبر أن العراق ما يزال لم ينفذ كل هذه القرارات وكأن العراق لم ينسحب من الكويت المهم أن العراق بادر باشرة بعد هذا القرار بتنفيذ ما ورد فيه فأرسل مجموعة يعني فريق من قادة الجيش العراقي رأسهم معاون رئيس أركان الجيش المرحوم الفريق سلطان هاشم وأيضا معه الفريق صلاح عبود إلى منطقة صفوان وعقد هناك اجتماع للاتفاق على ترتيبات إنهاء القتال خرائط الألغام وموضوع تبادل الأسرة وفك الاشتباكات التي في بعض المناطق وبدأ العراق بعد ذلك بتنفيذ موضوع أطلاق صراح الأسرة أو مجموعة التي أطلق صراحة العراق في ذلك الشهر بدأ طبعا كانت صعوبة مواصلات في ذلك الوقت كل عقب المواصلات وكل الجسور وكل الطرق كانت قد قصفتها للولايات المتحدة في مناطق الجنوبية وتحرك أيضا صعب لأنه كانت أيضا القوات الأمريكية الجوية أيضا قصفت كل مصافي النفط والتكرير وغيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر